يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة دقائق قليلة تفصيلنا عن بداية الحلم وبداية المشوار حامل اللقب يدافع عن لقبه ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي لم يحققه أي فريق من قبل على مستوى القارة الأفريقية حلم الاثناشر يبدأ في مواجهة ميدياما الغاني النهاردة تسعى بتوقيت القاهرة في ملعب السلام كل التوفيق بداية للنادي الأهلي في مباراة النهاردة اللي بالتأكيد أهدافنا فيها ستتخطأ بكتير مجرد الفوز الفوز هو نتيجة منطقية في مواجهة المنافس الأسهل من وجهة نظري في المجموعة اللي بتضم مع الأهلي يوميدياما يانج أفريكنز وشباب لزداد شباب لزداد اللي بالمناسبة فاز وحقق أول ثلاث نقاط في رصيده بالفوز على يانج أفريكنز بنتيجة ثلاثة صف طيب إذا ما كانش الفوز هدف رئيسي أو أساسي إيه ممكن تكون أهداف تانية ينتظرها جماهير النادي الأهلي النهاردة أنا بالنسبة لي بعتبر مباراة النهاردة هي بداية موسم جديد اللي فات كله بالنسبة لي صفحة وتقفلت والنهاردة بفتح صفحة اللقب الأهم البطولة الأهم البطولة الأقوى البطولة الأصعب في الموسم ده للنادي الأهلي البطولة إن شاء الله اللي تكتب في تاريخ النادي الأهلي كبطولة رقم 12 من بطولات دوري الأبطال المشوار على مستوى الإمكانيات أعتقد إنه مفترض يكون سهل على مستوى المنافسة مفترض إنه يكون صعب لأنه الحقيقة أنا بشوف نسخة الأهلي السنة دي كل المقدمات بتاعتها بتقول إنه الأهلي السنة دي أفضل بكتير من السنة اللي فاتت المقدمات اللي هي على الورق المقدمات اللي هي سكواد اللي هي صفقات اللي هي استقرار اللي هي جهاز فني خد خبرات وحقق في أول موسم ليه خمس ألقاب فبالتالي طبيعي جدا إنه كيرف في تاني موسم يبقى أفضل دعمت بشكل كويس مدير فني قدر يفهم طبيعة البطولات قدر يفهم طبيعة القماشة بتاعت الفريق الإمكانيات اللي معافة بالتالي طبيعي جدا إنه المستوى يبقى بيتطور يمكن ده ما حصلش في بداية الموسم لسبب أو لآخر مش هنتكلم فيه دوقتي وخلينا ما نختلفش عليه لكن اللي يهمنا هو التركيز في اللي جاي الرهان النهاردة على إيه؟ الرهان النهاردة الحقيقة على الروح والروح دي وراها حاجات كتير وتفاصيل كتيرة جدا ممكن نتكلم فيها على مهلنا